السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا الحلقة زي ما قرأته هي لها علاقة بانتقال كوكب الزهرة كوكب الجمال والعاطفة اللي رح ينتقل من برج الثور لبرج الجوزاء اليوم الثلاثاء 11 نيسان إبريل طبعا رح يظل موجود رح ينتقل الساعة 44.47 دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء حتى عصر يوم الأحد 7.5 الساعة 22.24 دقيقة كوكب الزهرة هو إيجابيا هو كوكب العاطفة والحب والانسجام والمال والجاذبية والتفاهم والميول الفني أما سلبياته لما بكون منتحس فهو بعطينا الغيرة وبعطينا العنادة طبعا بالنسبة لكوكب الزهرة هو تأثيره إيجابي على موليد برج الجوزاء الدرج الأولى وبعدين الأبراج الهوائية الأخرى لهم الميزان والدلو والأبراج النارية لهم الحمل والأسد والقوس وكل شخص لما انولد كان عنده الزهرة موجودة في برج الميزان طبعا اللي طالعوا الميزان ولا برج الميزان الجهتين بيستفيدوا واللي طالعهم برضو أبراج هوائية أو نارية برضو بيستفيدوا بالنسبة لكوكب الزهرة معروف إنه هو كوكب إلو علاقة بالطاقة والنشاط والجمال والأمور هاي طبعا هو من ناحية طبية إحنا بنا نحكي طبعا هاي معلومات هيك طبية على أساس أنه ينعرب عايش التأثيرات بتصير هو أساسا كوكب الزهرة إلو علاقة بالهرمونات يعني بيشتغل على الهرمونات اللي هي الهرمونات اللي لها علاقة إما بالغد الكذري أو الهرمونات الجنسية بمن وين بتطلع عاد كل هرمون إلوه قصة بدناش ندخل إحنا في دروس طب يعني الدستيرون والكرتزول برولكتين اللي هو هرمون الحليب الأستروجين الأندروجين الأسترادول والتستيرون طيب إيش الفايدة من هاي الهرمونات بهاي الفترة مع الزهرة؟ طبعا هاي الهرمونات إلها دور مهم جدا في تنشيط عضلة القلب انقباض الأوعي الدموية الجلد برضو إلها علاقة بالسوائل في الجسم طبعا فهذا الإشي رح يخلي الجسم يحتفظ بكمية من السوائل داخله ورح يحافظ على ضغط الدم بمعدلاته الطبيعية بيمنح الإنسان شكل وجاذبية وحيوية بتزيد من رغباته وإقباله على الحياة لأنه طالما الإنسان مرتاح معناته كثير من الأمور بتكون مميزة بالنسبة للزهرة بما إنه رح يكون موجود بالجوزاء طيب خلينا نحكي أول شيء طيب الأشخاص اللي بنولده بتكون الزهرة موجودة بالجوزاء عندهم إيش هدولا صفاتهم هدولا عاطفيا بيكون عندهم العاطف قوي جدا لكنهم بيجدوا صعوبة في التركيز على عاطفته على شخص معين ما بيقدر يركز على شخص فممكن عادي جدا يحب أكثر من شخص بنفس الوقت أو ما يكون عنده القناعة بشخص واحد أما أهم التأثيرات على وجود الزهرة في الجوزاء على مختلف الأبراج رح تكون على النحو التالي طبعا بتكون تسمعوا برجكم وتسمعوا طالعكم برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا الزهرة لما بتكون بالجوزاء اللي هو البيت الثالث لا إلك فأنا بعطيك علاقات جيدة بيطبعها المودة والمحبة وخصوصا مع الإخوة مع الأخوات مع الجيران مع الأشخاص اللي بتتعامل معهم بإمكانك تحل أي مشكلة عالقة بالتفاهم والحوار ابتحظى في هاي الفترة بقدرة سحرية على التواصل مع الآخرين وخصوصا للجنس الآخر الكثير من التنقلات المفرحة والعلاقات اليومية اللي بتجلبها لك في السعادة والراحة ممكن يكون فيه سفريات قصيرة أو اتصالات كثيرة وتكون منتجة وبرضو بيستفيدوا الطلاب اللي في المرحلة الابتدائية والثانوية بيستفيدوا بشكل قوي جدا فممكن من الهدوء اللي بيكون موجود في البيت والجو العام وسرعة البديهة اللي عندهم فبإمكانهم انهم ينجزوا كثير من الدروس المتراكمة عليهم ويستعدوا بشكل جيد بيستفيد برضو التجار اللي بيشتغلوا بالتجارة المحلية برضو من خلال معاملاتهم التبادلات الترويج التسويق كل هذا بيستفيد بشكل قوي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا الزهرة بتكون موجودة في البيت الثاني اللي هو البيت اللي معني بالمال فعشان هيك الفترة هاي القادمة رح ينصب تفكيرك على كسب المال رح تتحقق كثير من الأرباح والأموال اللي بتيجي عن طريق المجهود الشخصي يا عمل إضافي مستردات هباد دعم ممكن تسترد أموال أو مستحقات أو ديون قديمة عالقة إلها فترة كثيرة فترة جيدة للتعامل مع البنوك المصارف زي طلب القروض أو حل مسائل بنكية في أشخاص ممكن يسعوا أشخاص من الجنس الآخر لمساعدتهم بدكوا تنتبهوا بشكل مباشر من الانفعال والتسرع أو صرف الفلوس في حل اللي عندهم مشاكل عاطفية بميدي يهربوا لصرف الفلوس بس تهرب من الواقع حاول إنك إذا بدك تقدم على أي مشروع إنك تدرسه بشكل جيد دقق فيه ممكن تجد نفسك مسؤول بشكل كبير عن الأشخاص اللي بتحبهم ماليا يعني تحمل مسؤوليتهم ممكن تقدم لهم بعض الهدايا أو تدخل السرور لقلبهم ولكن زي ما حكينا حاول إنك تركز على الوضع المالي بشكل جيد برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هنا الزهرة رح تكون موجودة عندكم فعشان هيك رح يكون عندكم شغف عاطفي أو رح تشعروا بأنكم عندكم مليئين بالعاطفي والحب ممكن تقبل على الحياة والعلاقات بشكل كبير بتجد قبول من الجنس الآخر جاذبية كبيرة الكثير بيتقربوا منك وبيتوددوا لإلك وتعتبر هاي أفضل فترة هاي السنة يعني بتعطيك من الطاقات الممتازة من ناحية المظهر من ناحية الاهتمام بالشخصية بالحوار بالقبول ممكن تقوم بتغييرات حقيقية بمظهرك أو شكلك الخارجي وممكن الطاقة الموجودة عندك تزيد من تألقك هاي الفترة مناسبة للفن أو لللي بيشتغلوا في مجال الفن برضو بتعطي شهرة بتعطي ظهور بتسلط عليك الأضواء بتعمل في مجالات كثيرة لكن الكثير من الفرص المالية والدعم اللي ممكن يجيك عن طريق أفراد من الجنس الآخر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا الظهرة موجودة في بيت المتاعب فحاول قدر الإمكان أنك ما تفوت فرصتك في هاي الأيام القادمة لأنها فترة ملائمة للتعامل مع شركة أو مؤسسة كبيرة ممكن يسعى أحد المقربين أو الغرباء من الجنس الآخر لإلك أو لمساعدتك ممكن يصير فيه نوع من أنواع العقود أو التعامل معك بعقد أو صفقة مربحة وبيكون فيه كثير من الخير خلال هاي المدة أهم شيء أنك ما تتردد في ذلك استغل الفرص في علاقات عاطفية ممكن تقوم بها سرا أهم شيء أنك أنك أنت ما بدك تظهرها للعلم بالفترة هاي ممكن تزداد رغبتك في هاي الأيام لا الطعام أو لأمور أخرى بدك تنتبه بس من بعض من صديق أو من معرفة بحاول استغلالك ماليا أو جسديا أو جنسيا برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا دخول الزهرة لبيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فهاي بتمنحك فرصة كبيرة للقيام بنشاطات اجتماعية مهمة ولقاءات مثيرة مع الأصدقاء والمقربين ممكن تتعرف لأشخاص يكون لهم دور كبير في حياتك هاي الفترة حاول أنك تكثر من الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية طبعا كثير من موليد برج الأسد بابنوا علاقات مع أشخاص من الجنس الآخر بالفترة هاي علاقة عاطفية جديدة يابيوطدوا علاقة وبطوروها ممكن تفكر في إنشاء معهد أو مركز تنموي أو اجتماعي أو وهذا الشيء رح يلقى نجاح يعني مهما مهم إذا أعلنت في هذا الشهر ولكن مش في فترة تراجع عطارد رح تلقى كثير من الأنصار والمشتركين برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر موجود الزهرة رح تكون عفوا موجودة في بيت السمعة والعلاقات مع المسؤولين فممكن في الفترة هاي طور علاقاتك بالمسؤولين وخصوصا المسؤولين عنك في العمل بعض الأفكار الخاصة بتجد قبول عند المسؤولين عنك في العمل ممكن تحصل على مكافأة مالية أو ترفيع ترقي درجة تترفع ممكن تتفاجأ أنه في شخص ذكر أو أنت في هاي الفترة بيسعى للتقرب منك وإقامة علاقة حميمة نوعا ما معاك فبذلك تكون حذر من هاي النقطة ما تبالغ لأنه في عطارة بده يتراجع وهذا بيت السمعة أيضا وهذا الأمر رح يكون بعيد عن أجواء العمل يعني هو كذا وبرع لكذا يعني أنت فهم لحالك شو اللي أنا بقصده من الكلام لا تحاول أنك تأخذ الأمور بشكل معقد حاول أنك تعطي فرصة للتعبير عن عن آراءك بعيد عن الانتقاد اللاذع أو السخرية من مشاعر الغير برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر في البيت التاسع فهذا رح يدعمك بشكل قوي جدا على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالهجرة إلها علاقة بالسفر خارج البلاد أو يعني من أجل الدراسة من التجارة الأشياء هاي وبرضو اللي بمجال الدراسة الجامعية رح يستفيدوا بشكل كبير وإذا أنت كنت من الأشخاص اللي بدهم يقدموا مشروع علمي أو دراسات عليا أو بتسعى لإعلان محث جديد أو التقديم لمسابقة عالمية فهاي الفترة المناسبة أو الأنسب حاول أنك تستغلها قبل بداية تراجع وطارد يمكنك أيضا القيام برحلات بعيدة تمتع بالطبيعة هاي فترة تعتبر الأفضل لتعاقد مع شركات أجنبية أو خارج البلاد أو تعامل مع أشخاص غير معروفين بالنسبة لإلك بالنسبة للتجار هذا الشهر الأنسب للقيام بصفقات أو عمليات تجارية مهمة ممكن تتلقى مساعدات مهمة في الأمور اللي إلها علاقة بالوضع القضائي أو المحكمة إذا علاق قضية أو شغلة زي هيك تكون لصالحك حتى الأمور العاطفية بتعود لمجاريها الطبيعية رغم بعض التوترات اللي مرت عليك بالفترة الماضية وأيضا رح تشعر بقوة الصداقات في هاي الفترة برج العقرب بالنسب لما أوليد برج العقرب طبعا هنا الزهرة بدها تكون في البيت الثامن اللي العلاقة بالأموال المشتركة فالفترة الماضية كان في ضغط على الأمور المالية الفترة هاي شوي الأمور بلشت بدهاها يعني تتحلحل أو تيجي انفراجات ممكن تحصل على مكاسب مالية حقيقية بتيجي هاي الأموال عن طريق شراكة عن طريق قرض عن طريق تعويضات مالية مستحقة مثلا ميراث أمور من هذا القبيل فترة جيدة للدخول في معاملات عقارية أو سكنية أو بيع أو شراء أشياء لها علاقة بالعقارات وبرضو الأشخاص اللي بيحاولوا الإصلاح وخصوصا من علاقاتهم الفترة هاي جيدة للمصالحات غالبا بيكونوا موليد برج العقرب صادقين في هذا الموضوع أنت صادق بطبيعتك في الأمور العاطفية ما بتعرف المراوغة أنت مباشر يعني يا بتحب يا ما بتحب يا بتظهر يا بتختفي ولكنك سريع الحكم ما تحكم بشكل سريع دون التحقق عشان هيك بدك تخفف من توترك الدائم انظر للحياة بعين الرضا والتسليم برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا هنا رح يكون مقابلك تماما يعني في بيت شراكتك وهذا الشيء رح يخليك بالفترة القادمة محط أنظار الآخرين لا سيما من الجنس الآخر وهذا الشيء يعني رح تكون انت مثير للطرف الآخر بيجعله شديد الغير عليك كما انك رح تعمل بشكل جدي لتقرب من شريكك العاطفي هاي الفترة الأنسب للتواصل وحل المشكلات العاطفية العالقة ممكن تحس بقوة العاطفة في حياتك وتسعى للهدوء والسلام على الرغم من بعض المواجهات استفيد هاي الفترة من كل العلاقات وخصوصا الشراكة شراكة كان بالعمل أو الشراكة العاطفية لأنها هاي الفترة رح تعود عليك بكثير من الأرباح والفوائد ولكن حاول اللي بدهم يرتبطوا من موليد برج القاوس إنه مش بفترة تراجع عطارد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا الزهرة رح تدكل على البيت السادس وهاي رح تحسن من علاقاتك مع زملائك في العمل التقرب منهم بعيد عن التوتر الكثير من المشكلات اللي كنت تعيشها سابقا رح تكون جاهز للزوال أو للنهاية أو للحلول النهائية أهم يش إنك تكون متفهم لظروف الآخرين ما تحملهم أفكارك الخاصة فيك يعني ما تلومهم على الإش اللي أنت بتعاني منه يعني قليل من المرونة ممكن يكون لها التأثير الواضح على علاقاتك العامة عليك الانتباه من الإضطرابات وخصوصا اللي إلها علاقة الإضطرابات الهرمونية خصوصا في الأيام اللي عطارد بده يبدأ يتراجع فيها حاول انتباه لنوعية غذائك على رغم من وجود الزهرة في بيت يعني نقول أنه بناسبك عاطفيا إلا أنك رح تحظى ببعض الأوقات الممتعة والهرمونات اللي جلتلك انتبه منها خوفا من زيادة الوزن لأنه عندك قابلية في زيادة الوزن في هاي الفترة بورج الدلو بورج الدلو بالنسبة لموليد بورج الدلو طبعا هنا زهرة رح تدخل على البيت الخامس لكم على الرغم من طبيعتك النزقة أو النزقة خليها هيك إلا أنه هاي الفترة بتحملك كثير من الفرص والحضوض العاطفية يعني أنت بطبيعتك مش أي شيء بعجبك ولكن هاي الفترة ممكن تقع في حبائل الغرام حاول أنك تقبل الشريك العاطفي كما هو وحاول أنك لا تحاول فرض آراءك عليه أنت صحيح شخص حساس جدا وعاطفي يعني بتصل لمرحلة التملك أحيانا إلا أنه هاي الفترة حاول تستفيد من هاي الفترة اللي هي الفترة الهوائية بامتياز إحنا بنسميها حاول أنك تستفيد منها لأنه رح تعطيك كثير من المصالحات وعبواب العاطفي والتقرب العاطفي اللي رح تساعدك فيها الزهرة على حل الكثير من التوترات العاطفية الطارئة كامل هاي فترة جيدة للمكاسب المالية أيضا اللي بيشتغلوا في مجال الفني اللي هو التجميل أو الديكور أو الأمور هاي رح يستفيدوا برضو بشكل كبير وفيه مع الموليد برج الدلو ممكن يهتموا بتغيير مظهرهم النساء اللي عندهم مشاكل بالحمل الفترة هاي تعتبر من أفضل الفترات لأخذ العلاج أو لعمل زراعة أو يعني أنهم يقدموا قطو بهذا الاتجاه برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا هو أنا رح يكون الزهرة في البيت الرابع لا إلك وهذا بيت العلاقة بالمعاملات العقارية زي بيع شراء تغيير سكن ادخل تعديل جوهر على البيت حل مشكلة عائلية فرحة بتدخل على البيت حدث معين العلاقة بالعائلة وتعتبر هاي فترة جيدة لتوطيد علاقاتك بأسرتك أو حل المشكلات اللي عانيت منها الفترة الماضية رح تسود المحبة على علاقاتك داخل البيت وبتحاول التقرب من أبنائك بشكل أكبر ممكن تتشجع أو تشجع أبنائك على ممارسة هواية بيحبوها عاطفيا بتجد أنه الشريك العاطفي بيحاول أنه يتقرب إليك بطريقة مختلفة في هاي الفترة ممكن ما تكون كلها مقبولة بالنسبة لإلك ولكن حاول أنك تفهم شخصيته بشكل جيد في كثير من المزايا خلال هذا الشهر فحاول تستفيد منها قدر الإمكان طبعا تنويه أنا حبيت أنه أخليه بالآخر لأنه عارف أنه مش كل الأشخاص بيوصلوا لآخر الفيديو فاللي وصل لهن هو اللي رح يستفيد من هاي المعلومة طبعا كل الفوائد اللي أنا حكيتها من الزهرة هاي الإيجابيات بدكوا تحذروا من فترة تراجع عطارد لأنه فترة تراجع عطارد شوي بيعمل نوع من أنواع الخربطة بوهمك بأشياء بيعمل لك خسارات وخصوصا الخسارات المالية بدخلك بشغلات ما بتكون ناجحة على المستوى العاطفي بصير فيه سوء تفاهم نقاشاتك بتكون بيطبعها نوع من أنواع التوتر فعشان هيك بفترة تراجع عطارد تحديدا أي شيء له علاقة زواج ارتباط معاملات مالية حاولوا تأجيلها أو إذا كانت مهم إنها تتم بهذا الوقت تتأكدوا من اليوم والقمر وين موجود ولو سألتوني بجاوبكم هيك منكون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر وشهworld هناك